السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لوقاتكم يا رب اصدقائي ان شاء الله دابا تكونوا بخير. بهذا الفيديو اصدقائي نحن نتعلم مع بعض كيف منستخدم ورقة الكاف. ورقة الكاف طبعا الفاكنس. اه في موقع حلو كثير على الانترنت. موقع موسوق يعني. هذا الموقع اه هو بيكون مستمتل وسيط او وكيل بينه وبين اه مجموعة مجموعة من كامبنج بفرنسا. هي ممكن تكون مشط على البحر. ممكن تكون داخل فرنسا يعني يعني داخل داخل بالمدن الداخلية. يعني مشط تكون مدن الساحلية. اه ممكن تكون بجبال الال. نحن نحن نتعلم مع بعض ان شاء الله كيف نحجز ونستخدم هذا الموقع. نفوت على هذا الموقع. هاي الجملة. سهلة كتير. هاي اللي فوق. بتطلع لكون هاي اللوحة. نحن نفوت على هذا. رح يفتح لكون حسرا. اه الكامبنج طبعا الفاكاف. على متل ما كن شايفين كانت بيكون هون كامبنج فاكاف. شايفين هون كانت بيكون كلمة كيتة. وهون حاطر لكم شعر الورقة التبعات بيبطت لكانيها على البيت فيها هذا الشعر. ازا انا ضغط على هاي. شوفوا ضغطت عليها. شوفوا لما ضغطت عليها كيف راح. يعني هلا صار يحطولي كل الكامبنج بكل فرنسا. بغض النظر هي كاف او 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 بلا كاف يعني. بس غالبا بيكون بلا كاف يعني اما نحن بندفع كامل المبلغ. طبعا انا رجعت على نفس الموقع. رجعت متل ما كنت لورا. على الكاميات يلي بتقبل الورقة التخفيض طبعا الفاكاف. الله اصدقائي احنا اشغلنا اللي حيكون هون. انه انتو ام تحبين تطلعوا ام تحبين ترجعوا. اه بتختاروا الوقت اللي انتو مسلا بدكم بالفعل انو يعني كن في عنكم في عقل. مسلا انا عطتي بواحد سبتمبر مسلا. اه هلا هو غالبا. شوفوا حاطين في تحت الهلا هي سمدي حاطين تحت كل سمدي نقطة خضرة. لانه هو اه غالبا حتى كنت ذكرنياها تحت غالبا انو اغلب اللي بيعطوكن بياجروكن او بتضيفيكن بضيفوكن يعني بيعطوكن شالية بس لاجروا عندهم اه بحبوا يحسبوا من السمدي لسمدي يعني من السبت لسبت او من ديمانش لديمش بس غالبا سمدي لسمدي فان احنا مسلا نحن نختار انا فاضي بهذا الوقت تلاتة تلاتة تسعة يعني تلاتة سمدي اه تلاتة سبتمبر وبالنسبة للرجعة مسلا اسبوع واحد بدي فرضا وانا كم شخص مسلا على فرضا انا ست اشخاص هلا هي تحت اصدقائي برأي خلاص تركوه لا تقربوا عليها اه هلا حان حاطيننا انه بالضبط شو اللي انت عم تدوره عليه عم تدوره على البحر ولا عم تدوره بضيع بجبال بوديان اه بجنب مهر جنب اه بمدينة ولا عم تدوره مسلا ببحيرة يعني انتو بتضبط ضبط شو الشي اللي انتو بتكون تروحوا عليه مسلا نحنا نحن نقول انه على البحر يعني يا على البحر مباشرة يا مدينة على البحر ما يكون كتير انه ابعد من البحر ابعد ابعد من الشط بعشرة كيلومتر اه لحد الان نحنا عملنا متل فلترة عن شو نحنا بدنا بالضبط هلا نحنا بنعمل على اكتواليزي لاغوشيخش هلا هون اصدقائي حاطينا انو ملاحظة كتير مهمة هون فوق ليك بحطوطة انو الحجز بالنسبة للكامبات اللي بتقبل الكاف ازا كان في هذا الكامب انتو بدك تحجز تستخدم ورقة الكاف تبعك فلازم حسرا نكون عن طريق التليفون رقم التليفون لحيت زرها عنكن هلا على الشاشة انا عم بحكي معكم وازا ما ظهر يعني ما حطرته بالمونتاج اكيد لحيكون ان شاء الله تعالى موجود بصندوق الوصف اسفل صندوق الوصف اسفل الفيديو نضغط هون اصدقائي ازا بتحبو انا بحب كتير اني استخدم الخريطة ما بعرف حس انو كتير عملية متل ما كن شايفين اصدقائي حاطينا انو انو في عنا بالنحنا بالاسبوع اللي نحنا اخترنا في عنا هدول الاماكن مثلا هدول هلأ داخل الاراضي الاراضي الفرنسية شايفين مسلا في واحد فوق وفي واحد تحت هدا صاير عند نانت الشواطئ اللي جابنات معروفة قريب على سا نازغ منطقة حلوة شايفين كيف قربت هلأ ازا ضغطنا عليه اصدقائي بيطلع اسمي طبعا ازا ما عجبكون يعني ما بتكون هدا الكامبنج شو منعمل هلأ ما في غير تلاتة هون على حسب المواصفات اللي انا حاططها يعني حسب الوقت اللي انا حاططه ما في غير عندي هدول تلاتة على حسب انا المكان اللي انا حطي على حسب شو الخيارات اللي انا حاططة ما في غير تلاتة لازا ضغطنا على الخريطة شايفين طلعوا شغلات كتير يعني انتو على حسب شو بتختارو شايفين على حسب انتو شو بتختارو بيطلع عنكن على فكرة يعني مو شرط ان تكون طبعاكم على البحر يعني في انه تكون بجبال القلب بكل بساطة يعني اه في كتير شغلات ممكن تكون اه اه نحن بكل احوال اصدقائي يعني هي بشكل عام هلا نحن نضغط على مسلا انا بدي روح لهون ضغط عليها هيك ضغط على هي نضيف وتعالكامبنج لحتى شوف شو في عندن هلا اول شي في عنكم فيديو في عنكم صور بتحبوا في صور شايفين نعمل هيك بنشوف الكامبنج بشكل عام انه يا سلام يا تمام وياسلام كامبنج عجبني مسلا فرضا يعني احنا عم نحكي عم يكون هون انه بس عشرين متر يعني بعيد عن الشط بعيد عن الشط فقط عشرين متر لكم البحر يعني اه احتمال انه انتو تكونوا بالشالة وتعدوا على التراس وتتفرجوا على البحر واحتمال كتير كبير هذا هو البحر اصدقائي متل ما يكون شايفين هذا هو الشط طبعا هذا ساميشيل شيف شيف بعرف انا رحت عليها يعني زريفة حلوة بس في احلى يعني في شواطئ احلى اجمل الشباطئ هو اللي رأي على جبناط مسلا بنصحه على سانجو دومو على هون اصدقائي عملونا انه في لشخصين في لاربع اشخاص في لست اشخاص مثل ما كن شافين اتخذ واحد طبعا شخصين عن ما اتخذت مجوز تمنطعش متر مربع هي سبع عشر متر مربع وهي تنين وتلاتة متر مربع مربع وكل واحدة الى يعني الى سعره اصدقائي اللي بيحجز بشهر قوت او جوية مستحيل انه يلاقي شالة تحت التمامية وخمسين يورو مستحيل هلون اصدقائي فيه سر هذا السر بصراحة بالصدفة زبط معي يعني ما كنت بعرفه بصراحة للامانة بالصدفة هل هنا سر وخبر الخبر معروف ازا بتنزوها تحت بتشوفو ازا هون انتوا يعني حطيتوا الايميل وسجلتوا بهذا الموقع بيعطوكم عشر على اول حجز وانا تجربت وزبطت معي السر الخطير اللي هو صار معي بالصدفة للامانة يعني ما كنت بعرف انه انا ضغط مسلا هنا بدي هايشقة مسلا بدي هايشة عليه مسلا حطيت عليها هون طلبوا مني فاتورة لحقة الدفع انه انا بعمل فاتورة انه انا يعني بختار بختار وبكتب الاسماء وبعبي كل شي عرفتوا عرفتوا كيف وشو اسمه وبزبط الفاتورة بتجيني الفاتورة بس ألسا ما دفعتها بتجيني الفاتورة عن طريق الايميل طبعا بدي حط الايميل تبعي بتجيني الفاتورة عن طريق الايميل مش هدفع انا لما بتجيني الفاتورة عن طريق الايميل هون اصدقائي لما انا آآ بستنى ما بدفع لما بعد ما تجيني الرسالة مسلا انا بدي احجز الصباح عبيت كل شي هادا بعثت اه الايميل على الايميل تبعي الصباح وصلتني للرسالة يعني الفاتورة على الايميل انه كتبوا اللي انا بتطع علي مثلا دفع مثلا قدره مبلغ قدره مية وثمانين يورو فرضا. انا هون شو بصير اصدقائي لما انا ما بدفع بستنى للمساء ببعتولي كود تخفيض خمسين يورو. هذا هو السر. ببعتولي كود تخفيض خمسين يورو. باخد هذا الكود اصدقائي. الكود هو عبارة عن ارقام احرف. باخده وبنسخه. وبنسقه عندي على الكمبيوتر او على الموبايل. ازا راحت الشالة يعني راحت الشالة مني فرضا يعني ما قدرت اني احجزها. واخترت واحدة تانية مسلا انا بدي هاي غيات رأيي انا صار عندي ست اشخاص كنا شخصيا صرنا ستة. هون اصدقائي شو بعمل? بتتصل بالرقم اللي انا بدي احجز فيه. وبحكي مع السكرتيرا. وبس احكي مع السكرتيرا بقل لي انو انا عندي كود تخفيض. بتقلي شو هو الكود? بعطي معلومات لكم بتقوم بين حسم خمسين يورو. بها الطريقة هاي. يعني كثير سهل. هلا هون في ملاحظة بعد ما انا احجز واتصل على الرقم وكزا. انو هون في ملاحظة عم يقول لكم انو انتم في حال صار عنكم مشكلة مسلا كوفيد مسلا حدا معه كوفيد صار عنده لا قدر الله كوفيد او مرض او اي طريق. انو انو تختاروا هاد الخيار. هاد بتدفعوا عليه مسلا اه على حسب الشالة على حسب الحجم ممكن عشرين يورو ممكن خمسة وعشرين على حسب المبلغ يعني. عحسب المبلغ اللي انتم عم تدفعوا. اه بيوسل ازا كانت شالة ب الف ومتين بوصل الخمسين يورو. اه بتدفعوا خمسين يورو زيادة خمسين يورو زيادة تأمين. في حال انتم مسلا ما قدرتوا تروحوا تتصلوا بالكامبينك ام بالبيومين تلاتة معكم مجال قبل اخر يوم كم يوم يعني. تتصلوا تقولوا والله نحنا ما منقدر نجل صافي عن حال كوفيد بيرجعو لكم المساري بس بروح عليكم التأمين. اللي هو الخمسين يورو اللي انتم دفعتوه وعشرين او خمسة عشر او طمنتعش على حسب يعني شو قديش المبلغ اللي بيطلع عليكم على حسب عدد الاشخاص. وعحسب اللي انتم دفعتوه. هيك اصدقائي. منكون نحنا يعني خلصنا من موضوع الحجز. هلأ منيجي لنقطة تانية انه لازم تحفظوا. شو اسم الكامبينك? وهلأ منروح مسلا انا على التليفون بيحكي التليفون. هلأ هاي الفقرة اخر شي هي الاشخاص اللي ما بيعفو كتير فرنسي. انا عملت هيك يا محادثة بسيطة لحعطيكم ياها مشان تعلموا انه نحنا كيف لازم نحكي مع السكرتيرة اللي على التليفون اللي بيحنا بننتصل فيها. السكرتيرة هذا الموقع. اصدقائي هذا هو النص. كل شي باللون باللون الاسودة يعني كل شي بهذا اللون اصدقائي ملون يعني انه هي السكرتيرة هي اللي عم تحكي معكم. انا فاطلعكم واحدة لانه هي محس ما في غيرها يعني شغالة. اربو عشرين على اربو عشرين غريب. المهم. اه لا واشي مسلا بتقولوا بونجور بتقلكم بونجور. اه بتقولوا ما زلان جو بقال انبو فرنسي. هلأ انا كاتب اللغة اللي كاتبها لغة طبيعية يعني معنى اه طوب مسلا. انا بس هيك كتبت بحيس انه اي شخص ما بيعف يحكي يقدر انه يحكي هاد الكلام يعني ما رح صعب الموضوع كتير. عرفتو كيف؟ وهي رح تكون ازا انتو بلستو جو بقال انبو فرنسي او جو بقال با تخوف الفرنسي او جو بقال باي طريقة حتى لو قلتو جو نبارل با فرنسي حتى لو كان لك نموزة شو بتكون انتو بتشو تحكو احكو ما بيهم. مهم انو تصل الفكرة انو انتو ما بتعفو تحكو فرنسي. او بتحكو شوي فرنسي. باي طريقة بكون توصلوها ما بيأسر. هي ساعة تبصي بتحكي معكن شوي شوي. هلأ هون شو بتقول له? جو بودري غيزير في على بلاج. اي جي شوازي ان بدي احجيز وانا بدي احجيز على الشط البحر هي بفرض انو كان الحجز على الشط ما بكون على الشط بيقوتي بتقول له بدي احجيز بقوتي العادي يعني. وانو انا لقيت و بدي يعطيكي اياه يعني بهالمعنى هاد انو انا لقيت هلأ هلأ هي بتقولها هلأ هي دي حتقول مسلا كالو شو هو يعني انتو باني مدينة مسلا وين ساكن بالضبط? فانا مسلا ساكن بلومو فبتعطيها اتنين وسبعين الف مسلا بتقول له لومو. هي بتقول لك مسلا لومو لومو بتأكد لك بتقول لك لومو بتقول لهوي. هلأ بتسألك سؤال تاني مباشر عطيني اسبوي كامبنج. متل ما اكون شافين بتعطوها هادا الكامبنج. للتأكيد بتقول لكم انه هو مسلا بي موجود بعنوان تبع سامي شيل شيف شيف مسلا بايد ولا لواغ. بس لا تتأكد يعني. بتقول له لو ممكن ما ابا بتعرف ويكون في نفس الكامبنج بغير دولة. ما بنعرفش يعني الله وعلا. بتقول لهوي بتسجل وهلا شو بتقول لك مسلا وو بولي غيزيري امو بلوم. عو بتقول لكم بسؤال طريقة تانية وو شخشي كوا اكزاكتومو. شو بتكون شالة ميزون اپاقتومو كارافانة خيمة الى اخره. بتقول لهوي او نو على حسب انتو شو بتقول. وبتقول لكم بناها ببوخ سيت بخصون بوخ سيس بخصون الى اخرهي. الى هون اصدقائي بتطلب منكن ممكن تطلب منكن اسماء الاشخاص. يعني ممكن غاليا بتطلب منكن انعطيني اسماء الاشخاص بس في نقطة لح تطلب منكن رقم الكاف. الورقة اللي بيعطو لكم ياها فوع اليسا بكون فيها رقم اصدقائي. الى هون بتقول لكم مسلا هي انه بعد ما تعطوها رقم الكاف باسم الشخصي اللي هو ورسل إليها ورقة الكاة طبعا هي هي بتعمل الحساب يسعر بحساب سريعون. هل بصير. وباقي عليكم مسلا من مبلغ قدره وكزا. باقي عليكم. غالبا بيكون بين الميتان وخمسين تلاتمية وخمسين على حسب. غالبا. هلا هون اصدقاء بتحبوا دغري تعطوه بينات الكرت بتحبوا مسلا تبعطيكم اه فاتورة لحقة الدفع وانتوا تدفعوا. هلا بنجي لنقطة اخيرة. انو انا كيف بحسب. اه شلون احنا بنعرف عداش لازم احنا ندفع. اذا اذا شفتوا مثلا على سبيل المثال. اه سعره الف يورو سعره ستمت يورو سعره الف ومتين ونحن نعطي هلا هاي الامسلين. ان شاء الله تعالى مطبقة عملي. قبل ما تتصلوا فيها اذا بتحبوه لازم تعرفوا انتو انو هل انتو يا ترى عنكم القدرة انو انو تستأجروا هذا الشالي ولا لا. ولا لازم تشوفوا الشالي ارخص بمكان مثلا مخيم مخيمات تكون على شواطئ مثلا شوي اه اه مو يعني متل ما بتحبو خمس نجوم او كزا واربع نجوم كان يكون ثلاثة نجوم مثلا الى اخرها. اول نقطة لازم تعرفوه اصدقائي انو الكهف بتعطي سبعين بالمية بحد اخصى للدفع هو ستمية وخمسين يورو. وكمان في ممكن تعطي اربعين بالمية لللي اعمل اشتوله يعني بين السبعين والاربعين بالمية. هلا احنا رح نجل المثال اصدقائي. هذا المثال اللي حطيت لكم يا لحي يعني يختصر عليكم كتير. لو عنكم مسلا اول نقطة الف يورو فرضا يعني انا الشهالية 1800 جهو تبعي الف يورو. حطينا السبعين بالمية. سبعين بالمية قطع معنا سبعمائة يورو. يعني هلا هي الكاف riktdale هلازم بتساعدكم بالسبعين بالمية. لا زم تعطيكم سبعمائة يورو. يعني لازم نضال عليكم تلاتمائة يورو. بس ما انو ما بيحسبوا بهذه الطريقة. هنا رئيبا لكم انو نحنا بنعطيكم سبعين بالمية ولكن بحد اقصى ستمية وخمسين يورو. هذا يعطي. لما بيشوفوا هنا سبعين بلمية بيحسبوه. بيطلع معهم سبعمية فهنه نشطفو السبعين بالمية يعني ما رح ياخدو بسبعين بالمية. الهي حد الاقصى. يعني هذا يعطي انه نحن تشعلي الف يورو الكاف ليح تعطينا ستمائة وهمسين وليس سبعمائة يورو. نطرح الستمائة وخمسين من الالف. ب yoga 350 يعني الكاف لح تدفع ستمائة وخمسين يورو ونحن نحنا ندفع troisمائة وخمس يورو. مع هذا هاي اللي احنا ما عم نحكي او يعني ما عم نحكي عم تأمينه الاخرين. احنا بس عم نحكي على دفع حاجز الشالية اسبوع كامل. او على حسب يعني طبعا ع حسب السعر. بنجري للمسال رقم اتنين. بفرض انا الشالية تبعين اخدتو بستمائة يورو بدي اخدو بستمائة يورو. نفس الشيء سبعين بالمية بيطلع منها اربعمية وعشرين. هلأ هون الكاف ما حتعطيكم ستمية وخمسين يورو. ليش? لانه الاربعمية الاربعمية وعشرين اقل من ستمية وخمسين. لهيك يعني الكاف هون اح تاخد السبعين بالمية. يعني الكاف بتاخد التفضيلة بالنسبة لها من الارخص بتاخد. ازا كان ازا كان السبعين بالمية تعطي رقم اعلى من ستمية وخمسين متل المسال الفؤاني. فهي رح تلجأ للستمية وخمسين يورو. بينما ازا كان السبعين بالمية ازا كان الرقم الناتج هو اقل اصغر من الستمية وخمسين فهي رح تعتمد على السبعين بالمية. يعني لهو ستمية يورو هو لازم يدفع مية تمانين يورو طرحنا الاربعمية وعشرين عفوان. اه تبع مساعدة الكاف من الستمية بيزيد بيضل منا ١٨. المثال رقم трاتة اذا كان مثلا الف ومتين يورو واو الف وخمسمية الفين اللي اخر هي. طبعا هون اكيد يعني السبعين بن مية اللي هتطلع تمامية واربعين مو معقول يعطوكم تمامية وربعين يورو. فهنا اللي هيختاروا الستتمية وخمسين ما هيختاروا السبعين بрывcies بيختاروا ستمية وخمسين لانه التمامية واربعين اكبر من ستمية وخمسين هذا يعطي الف ومميتين ناقص ستمية وخمسين يساوي خمسمية و خمسين يورو يعني بضagner عليكم خمسمية وخمسين يورو يعني اللي بيدفع الف يورو بالشعالة اللي عم يحجز الف يورو. بدي يدفع منه تلات مئة وخمسين. اللي هون عم يحجز مسلا ستمية بدي يدفع منه مئة وثمانين. واللي عم يحجز الف وميتين بدي يطلع منه بدي يفصف عليه خمسمية وخمسين يورو. بهالطريقة هاي اصدقائي بتحسبو بشكل ما ما بتعدل على خمس سواني او العشرة سواني بتعرفوا انتو بتضبط قديش لح تدفعوا بهالطريقة هاي بتقولوا بسم الله بتتكلوا على الله. وبتحجوا يعني ان شاء الله تعالى. اه بتمنى للجميع عطلة ممتعة ان كانت عطلة صيفية او عطلة شتوية او خريفية لاخرهي. واديروا بعالكم على الحالكم وطوروني في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ونحط الله تعالى وبركاته.